أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من حاد ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم إلى آخر الآيات كنا في هذه الليالي الماضية بعد الليالي الأولى من هذا المجلس المبارك كنا في صفات المنافقين يسرد الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة في هذه السورة سورة التوبة أو براءة صفات للمنافقين هذه المشكلة الملحة العويصة التي كانت تفتك بالجيش الإسلامي من ناحية في الحروب ومن ناحية أخرى في المدينة وفي المجتمع الإسلامي ناس موجودين في خلال المؤمنين المخلصين بس هم منافقين لا يمكن طردهم لأنهم قال ألقوا السلام ألقوا السلام يعني شنو؟ يعني تشهدوا الشهادتين وانضموا إلى المسلمين ولا يمكن قتالهم بالسيف لأنهم لم يقاتلوا بالسيف فمصيبة كبيرة كما شرحنا سابقا صفاتهم كثيرة قرأنا بعضها وسنقرأ بعض الآخر إن شاء الله منها ما قدمنا في الليلة الماضية حول توزيع الثروة هذه المشكلة الأساسية في المجتمعات والذي يمتحن بهذه المشكلة الكثيرون كما قلنا وقرأنا البارحة بالليل إذا تعطيهم يكونون راضين عنك يهوسون إلك وإذا ما تعطيهم يصيرون ضدك فالملاك هو العطاء مو الملاك الإيمان هذه قرأناه في الليلة الماضية الآن صار قضية ثانية صارت قضية ثانية وهي أنه دولة إسلامية محكمة وقانونية لها قوانين ودساتير في المدينة تشكلت والمشركون أغلبهم أسلموا ولو ظاهرا وطمعا ومن ناحية أخرى الحدود حدود التعامل مع المشركين تعينت وحدود التعامل مع غيرهم سلام عليكم وحدود التعامل مع النصارى واليهود أيضا تعينت دولة إلها قوانينها إلها نظمها إلها حدودها كل شيء معين صار كما شرحنا في الليالي السابقة الأموال إجت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصار هناك بيت المال الزكاة أصل فكرة الزكاة وآيات الزكاة نزلت من فترة مكة أقيم الصلاة وآت الزكاة أقيم الصلاة وآت الزكاة يعني أصل الفكرة نازل في مكة ولكن حدودها ممعينة الحدود تعينت بهذه الآية التي تلونها في بداية هذه الليلة طيب هناك شنو صار صار زكاة طبعا الزكاة يشمل الخمس أيضا وكفارات وبقية الضرائب الإسلامية هاي لما تجتمع في بيت المال لازم تحدد من اللي يستحق المنافقون كانوا ينتظرون أنه هاي الأموال توزع عليهم أيضا ومنهم التجار ورؤوس الأموال عندهم وبساتين ومزارع وتجارة الآية تحدد صرف الزكاة الزكاة الواجبة اللي على الأغنام أنعام عفوا وعلى الفضة والذهب المسكوكتان وعلى الحبوب هاي الزكاة الخمس على شنو؟ على التجارة ما غنمتم وأن لله خمسه وللرسول ما غنمتم غني ما يعني التجارة خب لسه هذا تعين النبي يريد مؤنبي الله يريد أن يحدد مصرف الزكاة هاي الزكوات اللي تجتمع في بيت المال بعد استقرار الدولة في يثرب في المدينة في السنة التاسعة من الهجرة وبعد فتح مكة هيدا نقولي ذول اللي اليوم إجوا حتى يعرفوا للآية شنو؟ ذول اللي ما يجون دائما خواه توفيق مدر فدنشرح أنه الآية هذه آيات نزلت في السنة التاسعة بعد فتح مكة وبعد فتح الطائف وإلى آخره الآن تقنين الزكاة أو تقنين صرف الزكاة هذه الآية الأولى حول هذا ليش هنا أنا إجت مقابل طمع المنافقين المنافقين يصوروا أنه هاي الزكاة اللي تجمع طبعا كيف كانت تجمع جبات أكو جمعوا جابي يرحون إلى البساتين إلى المزارع إلى التجار يقولون آيات الزكاة قرأتوها سمعتوها من النبي يقولون بلي إلا تجيبه مو بالقوة طبعا اللي ما يريد يدفع ما يدفع يعني مو أنه يودوا للشرطة والمغفر مو شكل بس عموما كانوا يعطون هذه اللي لما تجتمع المنافقين طمعوا أو طمعوا فيها يلا وزع لها الآية تحدد هذا غير النفقات المستحبها أنا واحد يريد أن يسوي خير هل أبي يجي يسوي خير هذه فقط للزكاة الواجبة والخمس الواجب والكفارات الواجبة مثل زكاة الفطرة مثلا كيف توزع نقرأ هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات الواجبة الواجبة ممذكرة هنا في التفسير موجود في شرحها عند العم عند الرسول إنما هذا الحص هذا الحص إنما إشارة إلى المنافقين يعني ديروا لكم ما لكم ش حصة نعم إذا كان فيكم فقير نطيه ما يخالف لأن مسلم بعد ولو منافق ولكن الإنسان الثري معا ما لها حصة هنا إنما للحص يقولون يعني هذا ولا غير يعني ما تقدر يا رسول الله من الزكاة ما تقدر تطفع لكل الموجودين في المدينة ولو كانوا أثرياء لا قبل كان يوزع البيت المال إنما الصدقات للفقراء هم ثمانية هذولة ثمان طوائف نقراها بسرعة ونشرحها للفقراء هذه جماعة والمساكين فرق أكو بين الفقير والمسكين نشرح والعاملين عليها الجبات والمؤلفة قلوبهم لتأليف القلوب وفي الرقاب لتحرير العبيد من الرق والغارمين المديونين وفي سبيل الله كل عمل خير يعني صرفه على الحرب على الجيش على فتح الطرق على حتى يقولون في الروايات أنه لبناء الجسور الأمور في مصلحة المسلمين وابن السبيل المقطوع في السفار ثاري هو في بلده جاي إلا الآن يجون عندنا هناك في المؤسسة في ماشا يقول أنا وضعي الزكاة بس شنو صاير باقوا فلوسي سرقت فهذا من ابن السبيل هذا ابن السبيل سبيل يعني طريق يعني جاي وما عنده فلوس الآن يرجع واي يراجعون وحقهم هذا لازم تبطيههم هذول من طوائف يوزع أو توزع الزكاة عليهم السؤال هل توزع بحد معين يعني مثلا إذا اجتمع عندنا مئة ألف دينار هم مو ثمان طوائف لازم نوزع ثمان المئة ألف دينار على ثمانية العلماء يقولوا لا الحاكم الشرعي الولي النبي الإمام هو اللي يعين المصلحة يعني مرة الغارمين يعني المديونين هواية يطيهم مرتان العبيد اللي يريد يعتقهم هواية يطيهم حسب المصلحة هذه مو أنه يوزع بالسوية نقرأ مرة ثانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين من هو الفقير ومن هو الفقير الفقير هو الذي ليس له مؤونة سنته ولا يسأل التفتوا يعني عند عفة ومو هو يمو وضع موزيان يعني ما يجي يستجدي ما يقدي قدام الناس لأنه يمشي حاله بالنتيجة بس وضع المادي سيء بالقوة يقدر يمشي نفسه يمشي حاله وعياله وأولاده وزوجته الآن مثلا إنما تريد ساعد الفقراء تشوف إيجار بيته ما يقدر يدفعه أدوية أطفاله ما عنده مثلا هذا فقير بس عفيف ما يجي بالشارع يقدي أو ما يجي إلى المؤسسات الخيرية يستجدي هذا يسمى الفقير المسكين الذي أسكنه الفقر يعني صار بعد قاعد ينجبر يروح يقد بعد فمعناته المسكين أشد فقرا من الفقير وإن كان يشتركان في أصل الفقر أصل الفقر موجود ولكن بالنتيجة واحد أشد فقرا من الثاني خب ليش من الأول ما يقول كل فقير بعد يشمل الثنيين هذا لأنه بعض الناس وإلى الآن هالشكل إلى الآن يقول بابا يسا هذا يمشي حاله ما دام يمشي حاله ليش بعد ينساعده بابا هذا عفيف ما يجي قدي لا يستجدي من الناس ولكن عوز عنده فقر عنده لازم يتحقق تشوف هذا حقيقة لا يحتاج إلى شيء ما عنده حاجة بعد عنده حاجة يعني تأكيد كلمة الفقراء أول جاي ليش تأكيد على أنه دير بالكم على الناس الفقراء العفيفين ذو عفة في آية أخرى أكو أنه يستحون يجون يجدون فهذه ليشملهم الزكاة نعم المسكين واضح بعد المسكين هو يجي يطلب فلازم تبطي للفقراء هذه المجموعة الأولى والمساكين شرحنا والعاملين عليها بالنتيجة هذه دائرة حكومية صارت فيها موظفين فيها جبات فيها يمكن وسائل نقلية سذاك اليوم يركبون الفرس يرحون إلى البساتين والمزارع والمتاجر اليوم سيارات وما سيارات يعني قضية كبيرة صارت دولة صارت كل هذه الأمور اللي يسموها إدارة الجباية وتحصيل الزكوات بها مصارف مصارفها والقضايا المالية مالتها على من الزكاة ولذلك إذا شفنا مثلا واحد يروح يجمع لمؤسسة خيرية هذا مسألة مطروحة عندنا عندنا ناس يروحون يجمعون فلوس من التجار من الصباح للليل يروح يجبي يعني يأخذ الأموال ويجمعها يجيب المؤسسة من الزكوات تقدر تعطيه ما في إشكال هذا يسموه العاملين عليها بشرط حقيقة يعمل على هذا الأمور على الصدقات عليها يرجع على الصدقات بعد يشك بعد منه والمؤلفة قلوبهم هاي المؤلفة قلوبهم فدع عنوان وسيع تحديد تحديد العنوان جدا صعب ولكن بالنتيجة من القصص التي قرأناها ونقرأها من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفهم بركة الله وإحسانت نفهم أنه كل مجموعة من الناس اللي بعدهم مترددين كانوا كانوا مترددين ظاهر المسلمين بس يعني إسلامهم مو قوي النبي كان يريد يألف قلوبهم يجيبهم للإسلام هذه مجموعة كان يعطيهم أكو أسماء عجيبة نقراها ما نقراها من قلها هذول كان يعطيهم النبي ميت بعير والناس يتعجبون شو الخصة قال هذا للتأليف قلوبهم ولذلك حقدهم على الدين وعلى الإسلام وعلى النبي كان شوية يخف فلوس بعد منها منها كانوا يستعينون بيهم في الحروب أيضا هاي قصص هواية بها احنا نريد بسرعة نقرأ لأن السورة كبيرة وما نريد نخلصها الشهر أو لا خب هذا مقسم المؤلف في قلوب تحديدها بيد رسول الله صلى الله عليه وعليه بعد وفي الرقاب وفي الرقاب هاي المشكلة التي دائما يستشكلون على الدين وعلى الإسلام أنه الدين الإسلامي لم يلغي الرقية والعبودية وبالفعل الجواب كما في كتبنا وفي رواياتنا شوفوا إخواني أكو بعض الأشياء في المجتمعات الجاهلية لم يكن يستطع الرسول صلى الله عليه وآله وآله أن يحذفها وينهيها من المجتمع منها قضية الرقية الرقية كانت عادية يعني اليوم ما في الكويت مثلا الخادم والخدامة شيء عادي روح قبل بالتدريج ولو في سنوات ولو في مئة سنة مثلا أو أكثر هذه المعضلة تنتهي موقف الإسلام والقرآن والنبي والأئمة أيضا من قضية العبودية والرقية هذا منها في شيء كان اسمه المكاتبة المكاتبة في الكتب الفقهية موجودة أنه يجي عبد المولى يقول له أنا أكاتبك نسوي كتاب عقد أفرض في خمس سنوات أنت لازم تشتغل وتجيب لي هذا المقدار فلوس هذه كانت موجودة وموجودة في الشرعة أيضا ما في أشكال بعد خمس سنوات لما نطيتني مثلا عشرة آلاف دينار اللي تعاقدنا مع بعض أنت حر لواجه الله هذه سمو المكاتبة الإسلام أقر أنه من الزكاة تعال اعطي لمنه للمولى تقول له اللي تصبر عليه خمس سنوات تعال الدشقيل تريد ألف دينار هاي ألف دينار من مين من بيت المال هذا قسم قسم آخر أنه كانوا يطلقون سراح كثير من العبيد بفلوس الصدقات فبالنتيجة شوية 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 كان يصير شنو كان يصير الرقية تنتهي وبالفعل انتهى طبعاً الآن الرقية تبدلت موجودة بس بشكل آخر الدول الكبرى تسترق الدول الصهراء طبعاً احنا مين نحك بها الأمور معلنة بشكل إشارة يعني خب وفي الرقاب هذن بعد منه تسمعوني يا إخوة يا مشايخ الله يحفظكم نورتوا الليلة ما شاء الله والغارمين غارمين منه المديونين مستقرض من واحد من تاجر من ثري فلوس ما عنده يرد الفلوس ما عنده هذا الشي يسوي حتى إذا أقصاط يصير أسأل الآن أكون معضلة ثانية المرهة تشتكي على الرجال لطلب المهر والمهر غالي كان يوم اللي حبوا نفسهم بيناتهم صار حب والرجال انضحك عليهم وقلوا لأنت عليك المهر مثلا عشرين ألف دينار قبل بعدين الآن لما انصار الطلاق مع الأسف وما أكثر الطلاق في دولنا هسه يريد شنو المرهة تريد المهر وهذا الرجال المفلوك ما عندي ينطي غارم هذا والغارمين فمن الزكاة من الزكاة ممكن أن تعطوا لهذا الرجال المنكوب تطي فلوس أو أي شيء آخر تجارة مسوية وخسران بالنتيجة مديون والغارمين بعد وفي سبيل الله كل عمل في مصلحة المسلمين يسمى سبيل الله هم الفقهاء يقولون بناء الجسور فتح الطرق معونة الجيش كل شيء في سبيل الله يشمل وابن السبيل هذا الثامن ابن السبيل منه هذا اللي قلنا جاي إلى سفره فلوسه ضايع أو خالصة وما أكثرهم يجون عندناه غير أنتم مبتلين يمكن هذا يستحق هذا عنده عفة عند مقامة في بلده لسه جاي فلوسه ضايع شي سوي شلون يرجع شلون يعيش هذه الطوائف الخمسة موارد وإعطاء الزكاة يعني شنو ارجع إلى الآية السابقة مع البارحة بالليل يعني أيها المنافق أنت ما لك حق ترغان إذا تشمل لك هذه العناوين الثمانية هلو بيكون أنك مسلم بعد ما يخالف أما إذا تريد فلوس قوترا ما كون ليش لأن فريضة من الله هذا قانون فرض من الله ما حد يقدر يغيره إلى يوم القيامة والله عليم حكيم عليم بنواياكم أيها المنافقون وحكيم في تسنين قوانينه في تقنين القوانين كلها حكمة كلها مصلحة خوف هذا خلصنا منه سد الذريعة أنه بعد المنافق ما يطمع نجي إلى موضوع آخر من صفات المنافقين لأنه نحدد صفات المنافقين في هذه السورة ومنهم الذين دعونا نقدم على هذه آية هؤلاء كانوا يجون يوشوشون عند رسول الله يقولون في شيء مثلا تجي إخبارية من بعض المسلمين أن هذا المنافق يقلب الناس ضدنا يقلب الناس ضدنا يقلب الناس ضد المسلمين وما ذلك فيوصل الخبر علما للمنافقين بعضهم كباريتهم يجون عند النبي يلقون إلى أذنه كلمة أذن يعني الأذن هذا ولكن هناك 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 بمعنى السمعة يقولون يا رسول الله ما سوى لكذا هذا الخبر غير صالح غير صحيح ترى هذول لديه وشوش ونعليك يعني النبي يقبل ليش يقبل بسأكو إشكال يا رسول الله انت تدري هذول المنافقين تدري كذابين تدري أنه يسوون مؤامرات ضد المسلمين فليش تقبل من هذول الجواب الجواب أنهم ظاهر المسلمون فلا يمكن أن نحاربهم ولا يمكن أن نخرجهم من دائرة المسلمين هذا قانون الآن المجتمعات اللي احنا نعيش بها طبعا من نريد يعني نطبق هاي الآيات على مجتمعات لكن كمثال المجتمعات اللي احنا نعيش بها كلها على مستوى واحد في الإيمان والتقوى والصدق والأمانة وإلى آخر لا كل واحد شكل هسا نجي نقول لا هذا انقاطعة ليش يابه لأنه يأخر صلاته شنو هذا انقاطعة لأنه ما يروح للحج بالنتيجة مسلم مؤمن لسا عنده لو أعمل المعصية الإسلام هو ساتر بعد هاي من ناحية من ناحية ثانية إذا صار هالشكل شفت فيه رواية قلت ما أقراها بس أقراها بعد إن الإمام الباقر أصور سلام الله عليه البارحة شفت ثلثة ثلثة أصحاب رسول الله عندما نزلت هذه الآيات ثلثاهم منافقون هو آية رهما مجتمع عند أعداء كل يوم قبيلة تهجم على المدينة الروم مننا الفرس مننا المشركين يعني شلون هذه كيف أدار الوضع بغض النظر أنه رسول ونبي ويوحى إليه بغض النظر حقيقة مدير يعني إدارة جدا قوية منها هذه الآية ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أذن يعني كل واحد يحتي وياه يقبل يقبل مو أنهم ما يدري شنو أنتو في ضمائركم كل شي يدري شايفين المدير المحنك المدير الناجح هو منه في شركة مثلا في وزارة في مؤسسة خيرية حتى أحنا مبتلين بها في هالأمور اللي بيها مجتمعات مختعددة موظفين مختلفين روحة جاية لازم يكون أذن المرجع لازم يكون أذن مو هذا موزين وهذا موزين وهذا يطرد لا هو أذن كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقولون هذا أذن أذن يعني شنو أذن الأذن هاي شحمة أذن يعني سماع يسمح الشكل ويقبل ظاهراً يقبل يدير الأمور يستمع إلى الجميع يحترم الجميع حتى أن المنافق يجي يقول لا يقول ما يخالف الله يقول ويقولون هو أذن قل يا رسول الله أذن خير لكم أكو أذن شار وأكو أذن خير أذن شار منه اللي يسمع في الشي ويحرك الناس ضد ذاكه لا هذا أذن خير ما يصوي شيء أذن خير لكم بالنتيجة هذا سماع يستمع إلى أقوالكم ولكن في مصلحتكم خير لكم بعدين يوصف الله في هذه الآية الرسول يؤمن بالله أمور مرتبة عند اتصال قوي بالله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يعني بالنتيجة هو سماع ولكن المصلحة العظمى والكبرى والأهم عنده المؤمنون هذا معنى يؤمن للمؤمنين وأيضا رحمة للذين آمنوا منكم يعني بالنتيجة صحيح أنه سماع وأذن ولكن رحمة للذين آمنوا منكم يعني مواقفه بالنتيجة في مصلحة المؤمنين المخلصين والذين يؤذون رسول الله هذا بالنتيجة كلها كانت أذية والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم في يوم القيامة وحنا ابتلين بهم من صفاتهم يحلفون بالله لكم ليرضوكم كانت تجي أخبار إلى الرسول أنه ترى هذول يسور مؤامرات المجتمع مشتبك بعد هذول كلهم أقرب هذا إنسان مسلم مخلص مؤمن جيد عم خالة أخو أبو منافق فيش كل صار المجتمع مجتمع غريب كان في المدينة خاصة بعد فتحه وهجوم العربي لقبول الإسلام يجو مئات الآلاف يجو فبالنتيجة صار يعني بلبلة في المجتمع يجو يقولون للنبي أنه يش يقول يسوون الخبر يوصل للمن للمنافقين يأتون إلى رسول الله يحلفون بالله لكم وما يعتق بالله بس يحلف بالله ليش ليرضوكم حتى لتأخذون قرار صارم ضدهم ليرضوكم إرضاء منه إرضاء المسلمين مو الله والله ورسوله أحق أن يرضوه أنت ليش تفكر أنه ترضي الناس لكم للمسلمين كان بالنتيجة القرار بيد من؟ القرار بيد الرسول صلى الله عليه وعلا الله الله يقول مو يرضي القائد مو يرضي القائد مو يرضي المسلمين عفوا يرضي القائد والله الرسول هو القائد بعد هنا لكم التفاة عجيبة والله ورسوله اثنين صاروا بعد أحق أن يرضوه المفروض يقول شنو يرضوه هما المفسرون والرواية ما أكو قالوا أنه هذا لتقديم حرمة الله سبحانه وتعالى حتى على الرسول يعني بالنتيجة يرجع لإرضاء الله سبحانه وتعالى فالهاء جاي مفرد الضمير مفرد ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يحادد يعني يعارض يخالف يعادي كل هذه الأمور معناه يحاد لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها تهديد ليوم القيامة أنتوا هنا إرضاء صير النبي يقبل يداريكم مصلحة المسلمين تقتضي ولكن بالنتيجة الإضبارات كلها موجودة يوم القيامة فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم أنا أخوة تعبت أنتوا أم تعبتوا المشايق من قاعهم تعباني خب الموعظة الموعظة الأخيرة في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ثلاث المنجيات حديث ثغيل المهلكات المنجيات المعلي شنو أنا اخترت فقط هذا في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ثلاث المنجيات خوف الله في السر والعلانية بالمناسبة لقضية النفاق من علامات النفاق والمنافقين شنو شان ظاهره شيء وباطنه شيء آخر احنا لازم هشكل نقول إذا نريد ننجى النجاة الحقيقي السعادة الحقيقية والجنة وشفاعة أهل البيت كل هذن اللي نبتغيها ونأملها وننتظرها كلها في هذه الجملة خوف الله في السر والعلانية عندما نكون عند الناس خوش أوادم وعندما نكون بيننا وبيننا نستجير بالله نستجير بالله اللهم إنا نتوب إليك هذا واحد الثاني والقصد في الغنى والفقر هذا العنوان هو جاي في الروايات المشكلة في كثير من العوائل اقتصاد ما يدرون اقتصاد مو أنه ما يصرف على عائلتها لا هذا مو معناته يعني كل شيء بحسابه تريد تسوي مثلا فد هدية تودي لزوجتك ما يخال هو هاي حلو ما أكو داعي أنه تروح تأخذ في الجنطة يقولون أكد جنط ثلاثة آلاف دينار مو شكل أنا خم وعدم خمسة خوه هذا ما أكو داعي أخذ جنطة شوية القص مثلا القص يعني ترتيب الحالة الاقتصادية في البيت في السفر مع العائلة مع الأولاد أنا قرأت في مجلة في مكان ما سألوا من واحد عنده سيارة فارغة مو بهذا البلد غير هذا البلد قالوا له شنو أنت تسوي قال الصبح مو الصبح الظهر أقوم من النوم أبوي يطيني مليون لازم أقول بعد مليون تومان هاي بإيران صارت مليون تومان يومية قال للصحفي ش تسوي بهن قال ها رأى تونس مننا هذا المقهى هذا المطعم عربعي مننا نروح القصدر ويوم ثاني نفس الشي يعني بالشهر شقيت طبعا هذا المليون ما القبل قريته قبل خمسة عشر سنة أخو أنت تريد تنطي لابنك هدية أو شي سموه يومية تطي مش دعوة مليون تومان هذا الولد شي صير هذا الولد بعد يقدر يعيش بكرة لما أنت تموت كل شي بحسابه القصد في الغنى والفقر سواء كنت غنيا أو فقيرا الثالث اللي هوايا صعب وكلمة العدل في الرضا والسخط أو السخط أنت بره مرتاح وضعك النفسي جاي رايح إلى شي سموه هذا اللي يرحون الرياضة يسوون نادي ومرتاح وسبحت بالماء ومرتاح ونومك تمام أنت راضي عن كل شيء ولذلك تروح للبيت ببشاشة وسرور وتبسم وليس لون إيش حجية والأولاد يقعدونوا إياك هذا حالة الرضا حالة السخط شنو صالت كسرة بالسوق أو ما شنو زعلك واحد عندك سخط أو سخط تروح للبيت تقوم تسب هذي والأولاد هذا ما يصير هذا مثال بسيط طبعا في كل شيء يجي هذا الشيء وكلمة العدل في الرضا والسخط نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتطبيق هذه المواعظ النبوية على نفوسنا وعلى عوائلنا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي الوجود